تحية حب و تقدير للجابيع تحية حب و تقدير للجابيع حالة أخرى من حالة النصب والاحتيال شخص سوري كان يعيش في ألمانيا خدم في الوطيل عند وحد المرأة السنة تقريبا 57-58 عام ميت لها الرجل عيش بوحدها عند هذا الوطيل تعيش منه خدم معها بالمعقول كان مكينش أغاراس أغاراس عجبها شافته خدام شافت الزبائل و كثيرا خصوصا العرب معه هو سوري عربي و كيجي عنده المصريين المغاربة كل الجنسيات العربية تحرق الوطيل ديلها مزيان شافت فيه المعقول اقترحت عليه هي قتلهم تزوجه قال ليها مرحبا تزوج معه هدك السوري اللي كان عايش في ألمانيا على اعتبار أنه هم اللاجئين السوريين في ألمانيا بقى و عايشين مزيان بي خير على خير هو بقى في المعقول ديله وهي في المعقول ديلها شاءت الأقدار توفات مراته بحكم القانون الألماني الملكية ديل لوطيل و جميع الأموال اللي عندها كتولي ديله فأولى لا بس عليه وبقى خدم في لوطيل ديله و عايش بي خير على خير جاءت سكنت عنده واحد المغربية هي أخوها سكنوا عنده مدة شهر لأنهم كانوا تماما كي يحاولوا أنهم يصوبوا الوراق ديل الألمانيا اللي بنت زوينا عجباته هدر معاقل لها واش تزوجي بيا قلت له أنا ودي ما عندي مانيع ولكن أخوها ما عارفش قبل ولا ما يقبلشو أخوها أنت كتشوف الغرض ديله وليل الفلوس قال لي ودي أنا بخيري ما كنحتاشي مشكلة نعطيه الفلوس اللي بغى المهم تزوجه أنا وياك خطبها من عند أخوها أعطاه فلوس صداق لي هو ملينات صحيحة وتزوج بالبنت أرجع أخوها للمغرب وبقى عيش هو وياها في هدك الأوطيل خدامين فيه بجوج ولدوا بنية وغادين بيخيروا على خير خوها من المغرب كيتواصل معاه قال لي ودي راكين تشجيع ديل الاستثمار عندنا في المغرب علاش ما تستثمرش هنا ونديروا أنويك مشروع كبير ويكون ممتاز ويكون ناجح ويمكني يصدق لك حسنا من هدك الأوطيل اللي عندك في ألمانيا قال له شنو نعملو قال لي ودي شوف بيع هدك الأوطيل ديالك اللي في ألمانيا جيب الفلوس ديالك هنال المغرب أعجي تعيش في بلاد عرابي وجيب مراتك وجيب بنتك تربى في مجتمع ديال العرب ديال المسلمين ما عندك ما تبقى تدير تما السوري دورها في راسه تشاور هو مراته المغربية قاتل ونمشي وعلى شلا بعت مرته هي اللي ولا هي وبنتها وعمل الإجراءات ديالو ديال بيع الفندق ديالو باعلو طيل أخوها قل لو ودي صفت لي الفلوس في اسميتي أنا باش ما تخلص شي ضرائب وتكون عندك مشاكيل كثيرة في المغرب وراه في المغرب عندنا القوانين صارمة موسيقى السيد عمل جميع الإجراءات على مستوى ألمانيا باش يبعت الفلوس ديالو بطريقة قانونية جاوا الفلوس في الاسم ديال الأخ ديال أمراته كيعيط ليهم باش يلتاح قبل مراتيه لما بقى كيجوبوا حد كيفاش هاد القادية ما فهمش قبط الطيارة وجل المغرب جا كيقلب عليهم طبعا في العنوان اللي كيعرف ديالبيت أخو مراتو يعني ينسيبو جا كييدق خرجوا لي شكو انتا كيفاش كون انا قلوا لي سير في حالك احنا ما كنعرفوكش سير في حالك شنو جاي كتدير هنا يا الله هاودي قلوا له ما كنعرفوكش لك تسال شي حاجة سير المحكامة عمل جميع الإجراءات عمل شكايات مشا للصفارة الألمانية لقاوا باللي السيد باعت واحد المبلغ ديال الفلوس لواحد الشخص اللي كيقول انا كنسالوا هاد الفلوس انا واختم اللي كننا في المانيا ما عندوش كيفاش يشدهم ما عندو احتش قانون ما عندو احتش خشي حاجة كون في المانيا غيقولوا لي اهم من ينجاوكم هاد الفلوس كيفاش تولوا عندكم هنا ناس عندهم فلوسهم عندهم رزقهم ما كان حتى شي حاجة ارجع في حالاته الألمانيا تحرم من بنتو ولا عايش في دار العجازة وهذه القصة اللي حكيت لكم حكاها على لسانه لواحد الشخص مغريبي كيشتغل في هذه الضرد العجازة وشافه عربي وسوري وقال له انت شنو كاته لاش عايش في الضرد هذه العجازة قال له ودي انا جيت لاجئ من سوريا وتفتحت لي أبواب الرزق ولكن للأسف تنصب عليها وحكا له القصة اللي حكيت لكم اللي يمكن تكون عبرة للنجميع ومن ثقوش مية في المية في الناس اللي كيفرشوا لنا الأرض بالورود حدا يوراسكم